ها هي شمس منتدى شباب العالم في نسخة الرابعة تشرق من جديد من شرم الشيخ أرض السحر والجمال لتجمع أم الدنيا ثقافات متنوعة من مختلف بلاد العالم تحت مظلة واحدة وهي سلام وإبداع وتنمية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت مدينة السلام وشوارعها في استقبال الشباب من جميع أنحاء العالم عن طريق تزيين الطرق بلافتات المنتدى وأوتوبيسات خاصة لنقل الوفود المشاركة بداية من المطار وحتى أماكن تسكينهم وصولا لمركز المؤتمرات حيث ورش العمل أصبح منتدى شباب العالم نسخته 22 منصة دولية يحتزى بها في العالم كله والشباب المصري والشباب بكل أنحاء العالم بيبقى حريص جدا على الحضور وشغوف ولديه طاقة حماسية كبيرة للغاية أنا شايف المنتدى أنه هو حاجة عالمية عظيمة جميع الأقمار الصناعية بتتوجه نحو مصر وهنا من مدينة شارم الشيخ أرض السلام هو شعار منتدى مصر في الجمهورية الجديدة جمهورية مصر الجديدة منتدى الشباب في نسخته الرابعة هي لها ثلاث كلمات السلام والإبداع والتنمية السلام هي سلام النفس وسلام العقل وأن مدينة شارم الشيخ هي مدينة بتحتضن جميع مراحل السلام يشارك الشباب في المنتدى من 18 عاماً وحتى 40 عاماً وبدأ المنتدى اليوم الثامن من يناير بورش عمل تحضيرية لمدة يومين قبل الورش الرئيسية وتتنوع المواضيع من تبعات ما بعد جائحة كورونا والتحول الرقمي واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والشركات الناشئة وريادة الأعمال بالإضافة لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومبادرة حياة كريمة كتجربة مصرية لتنمية الإنسان من أهم الموائزات اللي في المنتدى نحنا بتدينا فرصة وإن نحنا بنتعرف على ناس كتيرة وبالفعل كمان في 2018 لما كنت موجودة لحد دلوقتي بنتواصل معهم كمان بيكون حلو لما الشباب بيكونوا في سنة بعض ومن نفس الفيلد الوركشوب كمان بتقربنا قوي نحنا كلنا في نفس الفيلد نفس الهتمام بتاعنا أشكر هذه الدعوة الكريمة وبالأخص الشعب المصري والجهة المنظمة لهذا المنتدى شباب العالم حكم حنا شباب العالم والتغيرات والأشياء اللي راح تكون نحب نستطلع على الأشياء الجديدة ونحب أن نكون مطلعين على الأشياء الجديدة ثلاث نسخ عن منتدى شباب العالم سبقت هذه النسخة منذ عام 2017 بهدف تعزيز الحوار بين الشباب وتبادل الثقافات ومناقشة قضايا التنمية الاجتماعية